اكتر حاجات لما بعملها بتخلي ريحة الطايلت حلوة قوي وسبتة معيكي لفترة طويلة هو استخدام الزيت العطري المفضل بالنسبة لك في قطنة وحطيه في البسكت بتاع الحمام كل ما بتفتحي البسكت بتشمي ريحة بتاعت الزيت ده وبفعلا بتبقى حلوة قوي وسبتة معيكي كمان معطر الارديات بعد ما بتخلصي روشي منه شوية كده على الارض ومسحيه بجد بتخلي ريحة السيراميك حلوة قوي وأنا كمان بعمل حركة زيادة بحط كده شوية منه في إزازة وبخففه بمية وبمسح بيه كمان السيراميك بتاع الحمام وبخلي الإزازة دي عندي في الحمام برش منها بعد الاستخدام أو بعد التشاور ومسح بيها الأرض تفضل دايما ريحة الحمام حلوة جربوها اتعجب